اشتركوا في القناة الرحيم فكرة بناء مركز متخصص بأمراض القلب هي فكرة المغفول له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله حيث كان له أفكار طويلة المدى بدرجة متميزة في 2005 كان عدد سكان مملكة البحرين لا يتجاوز المليون نسمة بل كان يتوقع أن هذا الحدد سوف يزداد في المستقبل ويجب علينا أن نسبق الحدث ونستعد لبناء مركز لعلاج أمراض القلب للأجيار القادمة حيث سوف يزداد عددهم وعندما اطلع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه أصدر أمره السامي بتخصيص قطعة أرض في منطقة عوالي لإنشاء المركز بعدها تم اختيار شركة ألربي بكيت وهي شركة أمريكية متخصصة في تصميم المستشفيات كان السمو الأمير الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله يحضر جميع اجتماعات الشركة المصممة ويطلع على كل صغيرة وكبيرة ويعطي نصائحه السديدة وآخرت تصميم مدة عدة شهور كان يحضره كل جلسة بعد ذلك تخصصت منحة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية ضمن برنامج الدعم الخليجي لدعم المشاريع في البحرين ولهم جزيل الشكر والامتنان بعدها وجه سيدي صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وولي العهد الأمين الفريق الوطني بتخصيص المنحة المادية المتفق عليها لبناء المركز ثم تم اختيار شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده لتقدمهم بأفضل عرض مالي عشرين خمسة عشر تم وضع حجر الأساس بالاحتفال شرفه المخفول له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة رحمه الله لبدء بناء المركز القلب الجديد وبكل فخر واحتزاز نحتفل برعاية كريمة من لدن سيدي صاحب جلاله بافتتاح هذا الصلح الطبي بحضور سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب قائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المركز ليتسنى لنا البدء في تقديم خدمة تشخيص وعلاج أمراض القلب لمواطنين مملكة البحرين ولا يفوتني في هذا المقام بأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيدي صاحب المعالي المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين والذي كان توجيهاته طوال السنوات الماضية لها الأثر البالغ من الناحية الإدارية والهندسية وأتقدم بالشكر الجزيل والعرصان لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على دعمه وعنايته المسخرة لسير العمل لإنشاء المركز ويعجز اللسان عن مدى شكري وتقديري للأب الروحي لمركز القلب معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس مجلس الأعلان الصحة على دعمه للأمور الإدارية والفنية لمركز القلب بشكل يومي وذلك كل الشكر وعظيم الإمتنان لأصحاب الإياد البيضاء الذين ساهموا في دعم المركز من خلال التبرعات السخية متمثلة في شراء الأدوية الأجهزة الطبية والمعدات ذات الصلة والتبرعات المادية أتقدم بالشكر الجزيل لزمرائي وأخواني وأبنائي أعضاء الهيئة الطبية والتمريط والإدارية لولائهم وتفانيهم في العمل وتقديم الرعاية الصحية المتميزة لما وصل إليه المركز من سمعة عالية ونحن العاملين في هذا الصح الجديد لا ننسى أن أبدا وسوف نستمر بطاعة ما أمرنا به طيب الله تراه صاحب السمو الأمير الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عندما أمرنا عند بدء عملنا في قسم القلب القديم حيث قال الأول أريد مركز قلب أفتخر فيه والثاني أرحم العاملين في البحرين الذين لا يملكون المادة لدفع إجرة العناية الطبية وقول له يا سيدي يا فقيدنا الغالي سوف نستمر بطاعة ما أمرتنا به يحتوي المركز على 148 سرير مع إمكانية التوسع المستقبلية حيث كان المركز الحالي يحتوي على 68 سرير فقط 48 سرير في هذا المركز الجديد مقسم على كما يلي 10 أسرة لاستقبال كل من يعاني من ألم في الصدر يعمل هذا القسم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 20 سرير للعناية القصوى لمن له مرض في القلب 10 أسرة للعناية القصوى لجراحة القلب 12 سرير للعناية بعد القصر مباشرة البقية مقسمة للأجنحة لتكملة العناية والرعاية اللازمة حتى خروج المريض من المستشفى كل قسم فيه 14 غرفة 10 غرف الواحدة تستوعب مريض واحد والأربعة الباقية الكل مجهز أن يستوعب مريضين فقط المركز مؤهل بخمس مختبرات للقصرة منها مختبر واحد يسمى هجين يخدم الحالات التي تستسعي الجراحة وقصة القلب في الوقت نفسها وغرفتين لجراحة القلب والكل مجهز بأحد المعدات التي تتماشى مع التقنية الحديثة للعناية الدكية ختاماً ندعو الله سبحانه أن نحظى بجذب ممرضات همهم الأول هو العناية بالمرير تتمثل بالمعرفة الطبية وطيب المعاملة والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر